السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جيناكم في فيديو جديد حلقة جديدة اليوم سنذهب إلى اللي بغي هاجر إيطاليا اللي بغي يحصل على عقد عمل بالمجان نعم كين الفوصة فإيطاليا لديها نقص حد تفيد العاملة كين بزاب دي الناس كيسولوا على عقود عمل فما كين لاش الواحد يقلب انه يشري عقد عمل ألوكو الإيطالي هم طالبين الناس لديهم نقص حد تفيد العاملة ومطالبين الناس خسكية تعرف فين تدفع وكيفاش تدفع والطريقة باش تدفع باش تحصل على عقد عمل مجاني أنا غلي أشرح لكم في هذا الفيديو الكيفية أول حاجة إيطاليا ديرها كي نقولوا واحد الموقع فين يمكن لك تصفت الموقع الحكومي فين يمكن لك تصفت السيرة الداتية ديالك وكي نقولوا حتى بنسبة المكاتب التوظيف الحكومية دي الإيطاليا كتسقطب مهاجرين وكي نقولوا الناس اللي كي نقولوا في العقود موسمية في الفرس في الأفوكا في توسكي أغريكيلتور في الفلاحة وحتى بنسبة الصناعية الحرفين وحتى بنسبة للديبلومين الناس اللي بغين يخدموا تما أو للناس اللي عندهم تجربة مهنية أو لللي بغين يكمل قرية وغد نخليكم حتى المواقع فين يمكن لك تدفع فأول حاجة هاد المواقع هادو غاد يتحصل على العقد عمل بالمجال لو وفقونيك على طالب ديالك أو السيرة الداتية ديالك فابوا بدون وسطة هادو ديرهم كما قلت مكاتب توظيف حكومية تابعة للحكومة الإيطالية مكاتب توظيف حكومية فهنا هالأول حاجة غاد نهضرع غاد نهضرع على رابط غاد نخلي لكم في صندوق روصف وكما تعلمون لا نتكلمين فراغ قبل ما كان حطو اي فيديو حتى كان نتأكدو من مصدر الخبر غاد نخليوليكم مصدر الخبر في صندوق روصف وروابط اللازمة من أجل ملء الاستمارة وتحميل السيرة الداتية مع اللي تخدو موتيفرسون اللي هي خطاب تحفيزي وحضموا فاق للجامعة أول حاجة غاد نخلي لكم هنا هنا رابط هده غاي也可以 خاص بالنسبة اجد الميل اللي غادي يكون تحتمنو غدي نترك فورو قلت رابط رابط الميل اللي الآول غادي يكون خاص بالنسبة للفلاحيين اللي عندو شي اكسبريانس الفلاحة غرفت غادي تبتيها غادي تبتيالروفا الفلاحية تاخد بطاقة المهنية على انك فلاحي او لا شهادة مهنية على انك فلاحي من الغرفة الفلاحية غادي ترجمها من الاحسن ترجمها وتصفتها لهم في هذا الميل هذا opportunity او باسك firm job point it ديالهم هذا غادي تصل لهم كما قلت شهادة المهنية على انك فلاحي مع السيرة الداتية تكون السيرة الداتية مقدمة والليتر دو موتيفاشن وهي خطاب تحفيزي ماذا يعني خطاب تحفيزي خطاب تحفيزي لكي تبين لهم على انك جدي في الموضوع وعلى انك تريد الشغل في ذلك البلد وانت تسعى دائما وراء المصلحة العامة السعي وراء المصلحة العامة وكذا كذا هناك كثير من الخطابات التحفيزية موجودة في موقع جوجل ممكن انت تسعينوا بها وبيان شور كما قلت السيرة الداتية هنا تحت غادي تلقاو هنا بالنسبة الوظفر دانبلوى جوب ان اتالي بجون أمي فام اندوسترية بروفشنال دومون ديميغراشن ان ايطالي بالنسبة للمواقع اللي غيكونوا تحت منهم غيكونوا العامة حرفين صناعيين او لديبلوم عندك ان ديبلوم وبريتي تطلب الهيجرة الكندا او لبريتي تسكمل قريتك غي تلقاوا جميع اللينك ولا الروابط اللازيمة المرجو انك تعمر السيمارة بطريقة صحيحة بطريقة عملي ومقدمة رقم الهاتف يكون ديالك مش يديش صديق ولا يديش فرض من أفراد العائلة يتصلوا بك ميل قوكش هذه السماء لسه جدي يكون رقم ديالك بالنسبة لبريد الالكتروني يكون بريد الالكتروني ديالك من الأحسن يكون حديث ماذا يعني حديث يلا صوبتيه وعقل على المدبس ديالك تدخله يوميا باش لصفتلك شي توضيح ولا شي حاجة تتواصل معهم بطريقة جديا مش يسلولك ميل ومتجاوبش معهم لمدة أسبوع ولا شهر ودخل الميل وتطيع منك الفرصة فالواحد ديالك يعبر لك شي بطريقة المنظمة وطريقة صحيحة هنا غادي نخلي لكم حتى بنسبة الناس اللي بغيين يتواصلوا مع بعض الجمعيات بعض الجمعيات اللي خاصهم كي نقولوا متطوعين اللي بغيين تطوع مع جمعية خيرية من أجل العمل الجمعوي أنا بنسبة لي هذي خطوة نحو الأمان علش لأنك يقول لك عمل جمعوي ما غي يوفرش لك واحد راتي يقول لك من حاس سكان مع كل مشرب ولكن ليس براتيب ولكن هذا بالداتي هو خطوة نحو الأمان على أن الوجود ديالك هناك ومن بعد يمكن لك تقلب على عمال وتقلب على عقد عمل كي نقوله دائم وتقلب لستاتيو ديالك من عمل تطوعي غير دائم إلى عقد عمل دائم ويعطوك بطاقة الإقامة وبعد ذلك سيكون الاختيار لك ولك واسع النظر إن كنت تريد الاستمرار في الشغل مع الجمعية كفايل جمعوي أو تشغل شغل آخر بأعقد دائم وتكونسنترها مع العمل ديالك وتخلى على العمل الجمعوي هذا كي يبقى قرار ديالك وشأنك هذا من جانب من جانب آخر وهو الواحد كما أقوله دائما قبل ما تدفع لأي طالب يا طالب هجرة يا طالب شغل طلب من الله سبحانه وتعالى يسترلك سعن بالدعاء طلب من الله يسترلك هذا دي ما تقول له القديمة نقولها إنه سامع المجيب وبالاستجابة جدية لا عندك فيها الخير غير يسترلك ربي الخطوة الأولى لا عندك فيها خير أكثر غير يسترلك ربي الخطوة الثانية الواحد السعين بالدعاء ما غير يكون إلا الخير إن شاء الله مستقبلا نتفائل وخيرا نجده ما وعدنا الله إلا بالخير وما سيأتي إلا الخير إن شاء الله مستقبلا وما غير يكون إلا الخير مستقبلي ومستقبليكم بيضله ومستقبلي الجميع بيضله وما غير يكون إلا الخير إن شاء الله بإذن الله هناك الكثير من الناس في أم استحجار الشغل في أم استحجار الهجراء هذا موضوع موضوع آخر اللي بريد يستفيد من الخدمات دي المكتب اللي بريد ندفعوليه عبر المكتب عندنا مرحبا بيكساس وطلب هجراء الكندا ولا بريد يطلب فيزا سياحة تهي الملف من أجل طلب تأشيرة أنا أرحب بالجميع مكتبونا موجود بالدار البيضاء يقود ي snapchat يوميا من جميع المدن المغرفة من طانجا من فاس من مراكش من تخلار من العيون من أقادير من تيطوان من جميع المدن المغرفة يتعلق يوميا عندي المكتب في الدار البيضاء من أجل استشارة أو إداع الملف اللي بريد يجي عندي مرحبا بيه كانت شغلو من 3 أسلسل السبت من 10 روص ديال الصباح إلى 15 روص ديال الشياء هدا شرفوا اللي انتعتوا عندي من أجل استشارة أو إداع الملف كما قلت يا الهجرة الكندا طلب الهجرة الكندا البرنامج لانتري اكسبريس او لالاريما الدخول السريع او لبنسبة الناس اللي بغيوا جدو سيديالو فيزا توريست تقي الملك من اجل طلب الفيزا سياحة او للي بغي يدفع فيزا تطوير بغانا نشوفو لو كي نقولو جمعية من اجل تطوير انه يمشي كمتطوع مع الجمعية خيرية في العمل التطوعي كما قلت هدي خطوة اللي بغي يجي عندنا مرحبا به وغادي نخلي لكم واحد البارد الالكتروني هذا بالنسبة للناس اللي هما ميقدرواش يجيوا عندي من المدن بعيدة انا افضل ان تأتوا عندي انا اصق بي لكم شخصيا وزودكم بالمعلومات اللازمة ولكن لما اقدرتيش جي عندي تلا مكتب ونتا من مدينة بعيدة يمكنك ترسل معي بالبارد الالكتروني لقدروا نخدموا الدرسة ذلك على البعد كذلك ومثال بالنسبة للناس اللي هما خارج ارض الوطن كي الناس من دول عربية كي يتصلوا بيها بغي نستفدوا من هذا العرض من هذا الخدمة وغادي نخلي البارد الالكتروني للتواصل وغادي نخلي عنوان المكتب اللي بغي يجي عنه المكتب مرحبا به هذا من جانب بالنسبة لي بغي يدي للميلف من اجل طلب الشيارة السياحة كما تعلمون فاش كان نوجدوه الميلف كان نوجدوه بالمعايير التي تطلبها القنصلية القنصلية لها معايير لها التزامات لها شروط لديها تطلعات يجيب على ان ملفك يستجيب مع تطلعات التي تطلبها القنصلية نعمل على تنظيم الميلف نشغل عليه بطريقتين عمليا بطريقتين قانونية وبطريقة منضامة ويكون ميلف يستجيب مع المعايير التي تطلبها القنصلية ويستوفي جميع شروط يكون ميلفك يستوجب جميع شروط كيكي نعلم شروط يستجيب عمليا كيكي نسى شي واثقة بالعكس من ذلك عمليا كي نعزو الميلف نحن لك كي نقولو لك تنتهي شي واثقة عمليا كي نوجدوه وكين ندفعوه بطريقتين صحيحة اول حاجة وحتى بنسبة الناس اللي يخدامين خطا غير مهيكل ما عندك شكا نقولو شهادة العمل ما عندك شهادة العمل ما عندك شهادة العمل ما عندك شهادة العمل اولا خدام وخفتي عندك الوراق وخفتي انهم يرفضوا ليك بتي تدفع عبر المكتب مرحبا بك نشغل مع القنصوليات بشكلين يومين لدينا تجربة في الميدان لدينا نتائج إيجابية نسبة الرفض الشي بهمون عادي ما الا في حالات قليلة جدا لكن شي واحد عنده شي حجز في القنط دياله او مشاكل إدارية ومع ذلك ان تم الرفض ما كنقولوش ليك اللي يعاون احنا دلنا نخدم تنلا بل كنعود ندفعو ليك بطراكة اخرى نعود نهيكلو الملف او لا كنديرو الطعن لرفضات ليك القنصوليات ماذا يعني الطعن؟ طعن هو كنقولو القنصوليات هذا الشخص ملفه يستجيب مع المعايير التي يتطلبونها ويستحق ان توفروا له التأشيرة لان الملف دياله يستجيب مع المعايير التي يتطلبها القنصوليات كنديرو الطعن كي يأخذوا قرارهم قرار تاني وغالبا ما كي يأخذوا بكي يعطوك تأشيرة بعد 48 ساعة بعد ما كنقدروا نديرو الطعن القانوني اولا كنعود ندفعو لادرمونت في قنصوليات اخرى كنقاون ندفعو حتي يجيب الله تيسير حتي يستعلك الله في الدوصة ديالك مكان تخلىوش عليه هذا مكان وبنسبة للناس اللي خدامين في قطاع غير مهيكل كنقدروا نصوبوا لكل حوالة البطاقات المقاويل داتي اولا ندخلو كالشركة واحد شركة اولا نديرو الكرياة صندوق خبريز باش نتبتو العمل ديالك بطريقة القانونية والشرعية الشركة قائمة بيداتها كنعملو على التويج البنكي كنشوفو كي كنقولو لالتونزاكشون بروفشيونيل كنعملو على البرنامج السياحي ديالك ماذا ستفعل في لدريك البلد ما هما المودول التي ستزوروها ما هما الفرارق التي غريز غز فيها ما هما المطاعم التي ستتناول فيها وجباتك وكذا كذا كذا نعمل على برنامج سياحي نواتيقوه للقنصولية برنامج ديالك السياحي وتنخدمو لك على كي كنقولو حجوزات مبدئية ماذا يعني حجوزات مبدئية حجز مبدئي الطائرة الفندق اللي غادي سوف تستقر فيه المدن التي ستزوروها الفندق المطاعم التي ستتزوروها الفاواجبات وكنديو حجوزات مبدئية بيان سور لبلو توريستيك وكنت بيانسور تندفعو طالب التأشيرة وكيكون دوسي منضام فيه لأسيرانس ديووياج تأمين فيه لأموك كيكون دوسي متكامل دعاء زد باش كيكون دهنقوه وكنتو كلو الله سبحانه وتعالى ونتفعو دوسي ديالك للقنصولية كما قلت لدينا تجربة في الميدان لدينا اتصالات في الميدان نعلم مدى الجري داخل أسوال القنصوليات لماذا لانا نعلم كيف تشغل القنصوليات لانا لدينا خبرة في الميدان كان دفعو دوسة للناس بشكل يومي وكنديو دراصة في الموضوع كنعافو قرصولية اللي ما كنعطيش عند من الدرسة يتحط تشكلو كنعافوه لاننا عنا تجربة في الميدان وكنديرو دراسة حول القرصولية الدراسة اي تون كيفاش كيششغلو واشنو من المعايير اللي تتلبو وكنعافو الدرسة عند من غير تحطو لدينا اتصالات في الميدان اللي بغا ييجي عندنا مرحبان به اللي بغا لانتكلفو لهم الدرسة كنخدموه بالسلف درهم لا غير ما كتزيد ولا ودرهم زائن ليست لدينا غريزة ربحية كما اقوله دائما كين بعض المكاتب كيحسبوه 7 مليون الربعاد المليون كيبيعو ريكون طرب 7 مليون كيندي كابيني كيحسبوه الإميغراسيون كيحسبوه 5 مليون حنا كنحسبوه السلف درهم لا غير ليست لدينا غريزة ربحية بل لدينا غريزة مساعدة الناس تلقي دعا ويدخير دمانة الناس وثمان مناسب للجميع اللي بغا يجيع النمار حبان به كما اقوله دائما في نسبة الدرسي ألقتدي و الآجة يجعلنا خطوة و الفهديك eventual الحصوري يشترك في الإد Siot Plus انتظريت الدرسي و البدرسي نستطيع التعصير الدرسي قد نستطيع الت혹م معكم ألقتديهRI بارتازيو هذا الفيديو هذا إلى الفيديو المقبل إن شاء الله بإذن الله غادي تلقوا عنوى المكتب صندوق الوصف والباني الألكتروني الصندوق الوصف اللي بار يتوصل أو للبريجين للمكتب الله يعنكم أتباك الله عليكم